أدم تفاصيل الانفجار في جبل حديد حوالي الساعة العاشرة والنفط طباحاً سمع دوي انفجار كبير من جبل حديد وشهدت الفنة الدخان تتطاعد من الجبل الذي يعد معسكر وموقع عسكري فيه تشكيلات مختلفة للجيش منها اللواء الحماية الرئاسية ولواء أول مشاه بحسب المفادر العسكرية ترجح لأن مكان الانفجار ليس صالحاً للتحقيقات ومازال خطيراً لاستمرار الانفجارات العرضية نتيجة درجة الحرارة المرتفعة والمصدر قال أن أثناء نقل بعض الذخائر والأسلحة إلى الأطقام وبسبب الحرارة الشديدة واحتكاة إطار السيارة أو الناقلة العسكرية حدث الانفجار أو المسى الناري ما بين الذخائر والباروت في الأرض هذا بحسب رواية أولية لمصدر عسكري الانفجار خلف عدد من الضحايا يركح أنهم فوق العشرين جريح وثلاثة قتلى بحسب مصدر طبي في مستشفى الجمهورية يؤكد أن ثلاثة قتلى في تلاقة مستشفى الجمهورية أما القرحة ما زال القرحة أيضاً أثناء قبل ساعة يتوافدون إلى مستشفى الجمهورية وتهرع سيارة الإتعاف لنقل القرحة من المكان الذي حدث فيه الانفجار والذي ما زالت آثار الانفجار رغم نزول سيارة الإطفاء لإطفاء الحرائق نعم هل تم السيطرة على هذه الانفجارات وإخماد الحرائق التي حدثت أم لا قبل قليل تواصلت قالوا أن الانفجارات هدأت مع أن درجة الحرارة بوسطة الظهيرة لا تجعل النزول إلى المخازن نفسها أمر بسهولة لكن تم السيطرة ولا توجد انفجارات العام